من بغداد معي فاضل أبو رغيف الخبير العسكري والاستراتيجي مسر خير أهلا بك معنا سيد فاضل إذا ما بدأنا بآخر تطورات إذا ما قرأناها عسكريا تقدم لحي الورشان واستعادته من احتلال داعش ماذا يعني هذا الحي؟ نعم سيدتي تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة يعني بالطبع لم يتبقى إلا القليل فيما يتعلق في العمق الغربي الشمالي من الموصل سيما في الساحل الأيمن موضوعة البحث والجاري تطهيرة حقيقة حي الورشان وشمال 17 تموز تعني أن تلك المنطقة تم تضييق الخناق عليها وتم تحقيق موطئ قدم سيما فيما يتعلق بتحرير حي الاقتصاديين التي حقيقة هي بمؤداها تؤدي إلى تضييق الخناق لما تبقى من أحياء قريبة من 17 تموز في محورها الجنوبي القوات العراقية أيضا لقياة العملات المشتركة بسيطرتها على ضفتي النهر الجنوبية والغربية تكون بذلك قد حرمت التنظيم الإرهابي داعش من السيطرة على ضفاف النهر التي دائما وعادة ما يتعكز ويجعلها خلفياتا له في أي عملية هجوم أو إغارة أو ضربات للأجنحة على القوات العراقية لذلك السيطرة أيضا على صناعية وادع قاب وعلى منطقة الهرمات وعلى الإصلاح الزراعي الذي كان يعد مكانا حصينا وقاعدة عسكرية وترسان عاصمة عسكرية لداعش في عمق الساحل الأيمن تكون بذلك داعش قد تجرد مما يمتلك من منع ومن قوة للسيطرة على ما تبقى من العاصمة المالية من عاصمة ما يسميها بدار الزكاة ودار المال وديوان الجند وهي قلب 17 تموز التي يصطلع عليها جزافا بحي الثبات ومع هذا وبسبب هذا أيضا يمزل يستغل داعش المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية وبالمقابل كما ورد في تقريرنا طبعا قوات العراقية أمنت مناطق آمنا كان حي الاقتصاديين أو حي 17 من تموز لسماح للمدنيين بالنزوع هل من معلومات إضافية عما حدث نعم سيدتي أنا كنت أتحدث قبل قليل مع الفريق عبدالأمير يا رالله أكد أن هناك ممرات قد تم فتحها وقد نرى سيدتي وتلاحظون قناتكم الكريمة في بعض الأحيان قد تكون هناك فرملة وإبطاء لهذا المحور هذا الإبطاء أو هذه الفرملة هي تأتي متسقة مع إعطاء فسحة من الزمن لتأمين ممرات آمنة ملاذات آمنة لنقل المدنيين ونقل الهاربين من بطش داعش لإيوائهم في مراكز الإيواء لذلك يوم أمس حقيقة توافدت وتقاطلت بضع عشرات من المئات للعوائل الهاربة من بطش داعش فضلا عن ذلك هناك تعاون مضطرد وواضح من المدنيين مع الأجزة الأمنية الأجزة الاستخباراتية العراقية للإدلاء والإهتداء على أماكن تواجد داعش في تلك الثكنات التي يتوزع فيها خلف الأزقة وبين الجدران لذلك أعتقد أن الأمور تسير على قدم الوساق أعتقد أن الضربات الجوية للتحالف الدولي أيضا مفعلة القوة الجوية العراقية طائرات المي 35 طائرات المي 20A طائرات الامسكستير تراقب تدقق على مدار اليوم الساعة لملاحظة أي رتل وضربة وملاحظة أي داعش يحاول أن يتنقل من هذا الزقاق إلى هذه المدينة هذه الأحياء إلى أي درجة مهمة بالهدف الأكبر الموصل المدينة القديمة خاصة بأن استراتيجية المعارك ستتغير سيجبر القوات العراقية على تغييرها بسبب طبيعة المنطقة هناك يعني بالضبط سيدتي أولا جغرافية وتبغرافية وتضاريس الساحل الأيمن مؤكد بما أنها تمثل 40% من الساحل الأيسر تختلف تماما حيث أنها ليست أرض من بسطة فيها أرض تكتر صور التضاريس فيها منطقة قديمة تكتب فيها الدور تكتب فيها السكان منطقة أزقة متلاحية فيما بينها بيوتات تكات تكون متهالكة بيوتات متراصة بعضها لبعض لذلك قائد العاملات المشتركة القائد العامل قوات المسلحة أرادوا أن يغيروا أولا تقنين في الضربات الجوية تقنين في الأسلحة الثقيلة في عملية الضربات للأسلحة ذات العيارة الثقيل هناك دقة في التصويب هناك تنسيق عالي بين المواطنين وبين الأزة الأمنية لذلك أعتقد أن هناك تغيير لكن هذا التغيير وليس تغيير جذري تغيير التقرير يتناسب مع طبيعة المواطنين وطبيعة توجه نقلهم إلى تلك المدن لذلك بعض المناطق تم عزلها بعض المناطق فيها عزل وتطويق بعض المناطق فيها اختحام بعض المناطق فيها حصار وبعض المناطق فيها تخطي بمعنى أن تم تركها على حساب مدينة أخرى أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بغداد سيد فاضل أبرغيف الخبيل العسكري والاستراتيجي شكرا سيد فاضل